ورجعنا لكم بعد الفاصل وكان لسه بسأل دكتور هند البنة من وراني النهاردة كنت بسألها ليه دايما بيقولوا انه علاقة عرفنا بعد 3 شهور 6 شهور سنة وتجوزنا يقولك محكوم عليها بالفشل مع اننا عرف ناس قعدت مع بعض اتربوا على حب بعض زي ما بنقول قعدوا 12 سنة مثلا بيحبوا بعض والاهالي عارفة وعارفين نومة في الآخر العلاقة دي هتبقى للجواز اتجوزوا ماستحملوش بعد سنة بس طبعا لازم يكون في مفاجأة ان احنا بيكون معنا عيل واحنا جاييننا نفاصل دي حاجة معروفة يعني ايه باي يا دكتور هند ازاي ان انا عود اقول انه مثلا لو حد تجوز في 3 شهور هيطلق نعم الشرط خالص ولا شرط اللي قعد برضو سنين مع بعض وتجوز يطلقوا ايه لو اتكلمنا مع بعض على التليفون وهي long distance relationship او انه علاقة بعيدة منه فهو في بلد وانا في بلد او هو في محافظة وانا في محافظة يقولك طبعا معرفتوش بعض وطبعا معكم عليها بالفشل لان الواقع غير التوقع وان انا عيش مع بعض عيش معاك في مكان واحد بمسؤوليات الحياة والظروف اللي احنا ممر فيها بتفرض علينا اشياء بتخلينا مش متقبل احسنت اعرف ان علم النفس يقولك لأ شوفيه في الصيف وشوفيه في الشتاء بعد كده تجوزيه اه في فترات تغيرات الفصول والنبي لو شفته في الخريف لو شفته في الربيع مجرد ايه بالزبط شخصية تاني كلنا غصبن عنا نعيش بعض فترات معاك كده طويلة بنكتشف حاجات تانية انا عارف اينهم بيحبش يحط فوشة السنان بتاعته مكانه في الصيف او في الربيع او في الخريف هعرفون ايه دي تفصيلة ما تعملش بشكلة برضو دي حاجة من الحاجات دي انا بقولك دي 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 تفصيلة ما تعملش بشكلة لكن خلينا نقول ان احنا كل فترة الشخصية نفسنا تطير يعني فترة مهمة كانوا اللي بيحبوا بعد 12-13 سنة دي دي فترة وعي مختلفة لما دخلنا في الجواز في حاجات تانية كتير الشخصية نفسها اختلفت بعد سنين تانية الشخصية تختلف احنا مفوضي يكونوا عندها تقبل وتغيرات الشخصية على المراحل العمرية بتاعتها ليه دايما يقولك الجواز لو عادة ب7 سنين يبقى خلاص العلاقة دي تنجح في حاجة ما كده؟ لان احنا مررنا مراحل كتير مع بعض واستحملنا بعض شمعنا 7 يعني ما هي فيه 7 وفيه 14 وفيه 21 لا انا عرف في الثلاثة لا انت بالثلاثة لا بيقلك اول سنة لو عادت وما انطلقتوش خلاص ثالث سنة ماشي ما واحد فيش حاجة 7-14 صحيح؟ انا بقولك 1-3 الصعيب انا سألت على 1-3 دي لا بس سبع ايه؟ لابن انا ما عدنا الاول من الواحد يبقى احنا تمام في الامان بدأنا نفهم بعض ومستوعب بعض يا لو عدنا اول سنة خلاص؟ عدنا وفهمنا واستوعبنا وقدرنا نتجاوز مشاكلنا وخلافاتنا مع بعض وبدأنا نفهم شخصياتنا واحنا عادين مع بعض بالمسؤولات اللي علينا احنا كده تمام ولا حد يفهم حد وفي واحد بيكبر دماغه والتاني فكر انه على طول صح